أصحاب البصائر تقدم مواعظ رمضان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلن به ومرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قونا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويفئ لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وأحبة من النار أيها الإخوة المؤمنون لا يزال حديثنا يدور حول فضل العشر الأواخر من رمضان وقد ذكرت في الموعدة الماضية أن الهدف من تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العشر باجتهاد لا يجتهده في غيرها هو التماس لليلة القتل المباركة هذه الليلة التي أكرم الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة وسبب إكرام الله تبارك وتعالى لهذه الأمة بهذه الليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعمال الأمم السابقة فوجدها طويلة يكفرون ويأسون مدة من الزمن ثم يعودون إلى الله تبارك وتعالى ولديهم متسع في الوقت لكثرة العبادة والإنابة والرجاء إلى الله فأهمه ذلك دع الله تبارك وتعالى أن يمن على أمته بما هو عود من هذا الأمر فأحى الله تبارك وتعالى إليه أن هناك ليلة تعدل أعمار تلك الأمم وقد خل إنه بلعه أن رجلا ممن سبق جاهد في سبيل الله ألف شهر وآخر يتعبد ألف شهر فأحى الله تبارك وتعالى إليه أن هناك ليلة واحدة تعدل ألف شهر وهي ثلاثة وثمانين عاما وعربعة شهور فلنزلت الصورة كاملة في هذا الموضوع وهي قول الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدلاك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الفشار تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجاجة تصور يا أخي من وفقه الله تبارك وتعالى لقيام نيلة القدر عشر سنوات فكأنه عبد الله تبارك وتعالى أزيد من ثمانمائة عام وثلاثين سنة بهذا الفضل فما بالك إن وفق لقيامها أكثر من هذا العدد ومن حكم الله البالغة أنها أخفها على عباده فقد روى روى وبالة في الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما ليحدث أصحابه بليلة القدر فوجد رجليني تلاحى فرفعت فقال إني قد خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت ولعلها تكون خير لكم فتحروها في العشر الأواخر والتمسوها من الأوثار فتحروها في العشر الأواخر والتمسوها من الأوثار فليلة القدر تقام بكثرة العبادة بالذكر والصلاة والدعاء وتلاوة القرآن والتذرع إلى الله تبارك وتعالى بخشوع وابتهال والصدق وسلة الرحم وغير ذلك من أنواع البر والإحسان فمن أراد أن يوفق في قيامها فعليه بالعمل الصالح وإن كان العمل الصالح لا يفارق العمر فعليه أن يجد ويجتهد في كثرة العمل الصالح خلال هذه العشر حتى انطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فالله تبارك وتعالى أكرمنا بهذه الليلة فما علينا إلا أن نتعرض لنفحاته ونستفيد من بركاته سبحانه وتعالى التي أكرمنا بها خلال هذا الشهر العظيم إنها ليلة القدر ليلة يستدرك الإنسان فيه ما فاته من العمل الصالح خلال العام فضلا عن الأيام السالفة في شهر رمضان ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا ممن وفق في قيام ليلة القدر المباركة فقد ولد عن أم مؤمننا عيشة رضي الله عنها أنها سألت إن نبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أراعت إن وفقت في ليلة القدر فماذا أقول فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني وهذه هي أفضل الدعاء يتوجه به المرء إلى الله تبارك وتعالى في هذه الليلة المباركة وأسأل الله العظيم رب العشر عظيم أن يهدينا سواء السبيل وأن يجعلنا من المتقين أصل اللهم وأسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين